تسعى الدولة لتحقيق أعلى استفادة للدول الأفريقية من مؤتمر المناخ المقرر عقده في شرم الشيخ نوفمبر المقبل وتوجيه أنظار المجتمع الدولي لما تواجهه دول القارة الأفريقية من تحديات في مجالي المياه والمناخ وفي دوء تلك المساعي لتقى وزير الرأي هاني سويلم رئيس الدورة الخامسة عشر لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر ألين ريتشيرد لبحث سبل التعاون بين الجانبين كما تم الاتفاق خلال اللقاء على أن يستضيف المركز الإقلمي للتدريب التابع لوزارة الموارد المائية والري سلسلة من الدورات التدريبية للمتدربين الأفريق في مجالي مكافحة الجفاف خلال العام القادم ليصبح المركز الإقلمي للتدريب مقرا إقلميا للتدريب تحت مظلة مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر